بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وشفيعنا يوم الدين أما بعد نستكمل حديثنا عن فتى موسى إنه يوش عب مون نبي بني إسرائيل القادم الذي أيده الله بمعجزة حبس الشمس فلم تحدث هذه المعجزة إلا لهذا النبي نبينا يوش عب نون سيدخل بنا فلسطين يا لسعادتي من بعد سنوات التي سندخل فلسطين أين التبوت؟ أين تبوت الميثاق؟ أين تبوت العهد؟ إن فيه ألواح موسى وعصى فدافعوا عنه دافعوا عنه ولا تتخاذنوا نريد أن نصل إلى فلسطين قبل غروب الشمس فنحن في يوم الجمعة والقتال محرم علينا في يوم السبت هيا يا جنود فلسطين هيا يا جنود فلسطين هيا إلى القتال ليرى يوش عب نون قوتنا نحل الجبارين إلى القتال إلى القتال وحقق بنو إسرائيل بقيادة النبي يوش عب نون عليه السلام انتصارا كبيرا لولا ما حدث الشمس ستغرب ونحن ما زلنا في المعركة سيجهزون علينا ليلا إن توقفنا عن قتالهم إن توقفنا عن قتالهم ماذا سنفعل؟ وهنا حدثت معجزة إلهية حيث دعا يوش عب نون ربه أن يمسك الشمس فلا تغيب كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه المعجزة لم تحدث لبشر غير نبي الله يوش عب نون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد انتصرنا وأصبحت الأرض لنا نعم سنعيش أسيادا إلى الأبد بلو إسرائيل بلو إسرائيل ترجمة نانسي قنقر 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 وعاش بنو إسرائيل في فلسطين وطبق يوشع العدالة بين الناس وحكمهم بالحق والعدل كما أمره الله تعالى لا فرق بين فلسطيني أو أي أحد من بني إسرائيل حتى وافته المنية عليه السلام لقد مات نبي الله يوشع بن نون مات بعد أن علمنا التوحيل وأدخلنا معه في دين الحق والخوف كل الخوف ألا يحكم فينا بنو إسرائيل بالحق والعدل الخوف كل الخوف أن يعود لسالف عهدهم من الظلم والبغي بغير الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة